وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ وَأَسْتَعَالِ السَّجَايَ كَنَهِمْ كَذَفْ عَلَلَّةِ وَالْمُضَاهِقْ عَنْسَسَى وَمَقْتَضَى نَظَافَةً أو دَنَسَى أو عَرَضَ أو طَاوَعَ الْمُعدَّ لِوَاحِدٍ كَمَدَّهُ فَامْتَدَّى أو عَرَضًا أو طَاوَعَ الْمُعدَّ لِوَاحِدٍ كَمَدَّهُ فَامْتَدَّى هذه الأبيات الثلاثة سهلة وخفيفة ومعناها واضح حينما تكلم في البيتين السابقين عن المتعدي والمسألة ليس فيها إلا شيئان كأن تقول هذا الرجل طويل ولم يكن أمامنا إلا اثنان إذن الثاني قصير إذا كان هناك قرينة أو كان هناك تقسيم سابق فهنا قال ولازم غير المعدة ذكر المعدة وذكر تعريفة لا بد أن يكون اللازم شيئا آخر وإلا لكان ذاتا واحدة فاللازم إذن هو غير المعدة اللازم هو الذي يلزم كما نقول يلزم مكانه أو يلزم فاعله ولا يتعدى إلى المفعول به إذن اللازم غير المتعدة مثل مثلا قام زيد هذا قام لا تستطيع أن تأتي بمفعول به وجلس زيد وما سيأتي من الأفعال التي لها ضوابط هناك ما هو سماعي وهناك ما هو قياسي ولهذا قال في الأمور القياسية أو في الأفعال القياسية وحتم ووجب لزوم أفعال السجايا كل أفعال السجايا كلها ما يتعلق بالسجايا وبالطبع فإنها تعتبر لازمة ومثل لذلك بنهم مثلا تقول فلان نهمة أو فلان شبعة هذه لازمة ومثال ذلك أيضا ما كان على وزن إفعلا لا إفعلا لا كطمأن وكشعرة ونحو ذلك هذه الأفعال التي تكون على هذا الوزن كلها لازمة وكذلك ما ماثل إقعانسسة ما ماثل هذا الفعل أو هذا الوزن المظاهي أي المشابه يقال ضاها الشيء الشيء وشابهه وشاكهه بمعنى أشبهه إقعانسسة البعير امتنع عن الإنقياد وما اقتضى نظافة أو دنسا يوم ما طلب هذا المعنى وهو النظافة والدنس كنظف زيد وطهرة مثلا ودنسة ونجسة ما اقتضى نظافة أو نجاسة فإنه يعتبر من هذا الباب الذي هو الأفعال اللازمة أو كان عرضا كمرضة مثلا فهذا ودنفة هذه أفعال عارضة أو معانيها عارضة أو طاوع المعدة لواحد كمده فامتد طاوع المعدة لما يتعدى إلى مفعول واحد مثل مثلا مددته فامتد امتد الآن هذا فعل مطاوع لمده هذا فعل لازم مقيده بقوله أو طاوع المعدة لواحد بخلاف ما لو كان في الأصل يتعدى إلى مفعولين هذا وإلى اللقاءة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر